عندنا كلام كتير خصوصاً أنه يمكن مطش الانتاج الحربي أتمنى إن شاء الله أنه يعني فرقتنا تقدم كرة حلوة وجمهور النادي الأهلي متشوق أن يشوف مطش حلو أداء ونتيجة وكل حاجة بس قبل ما نتكلم على الانتاج ونشوف استعداداتنا ونشوف تفكير مستر مصيماني فيه مباراة بكرة احتمال تلاقوا تغييرات كتيرة في بعض الملاكز من باب التجربة ومن باب كمان أنه في بعض اللعيبة من قوام الأساسي ممكن تكون غيبة خليني بس أبتدي مع حضرتكم حلقة النهاردة بمقولة افتكرتها يعني أجبرت على أنها تيجي في دماغي مقولة لأينشتاين بيقول فيها أنه الغباء هو أن تقوم بنفس الفعل بنفس الإسلوب وبنفس الخطوات وأن تنتظر نتيجة مختلفة ليه أنا افتكرت المقولة دي؟ لأن الحقيقة نفس اللي كان بيحصل في بدايات السيزن اللي فات مع مستر فيلر بيتكرر بشكل كبير جداً مع مستر موسيماني تفتح واتتابع سواء مواقع التواصل الاجتماعي أو البرامج أو التناول الإعلام الرياضي لمستر موسيماني تحس أن كل حاجة تمام جداً كل حاجة مظبوطة جداً والمشكلة الحقيقة موجودة في مستر موسيماني حجم الحقيقة التربص والانتقادات اللي بيتعرض لها الراجل وبينقصين كده أنا متأكد أن الراجل ما بيفكرش وما بيسمعش ومركز بس بس في شغله مع الفرقة لكن يخليك تسأل ليه؟ ليه؟ يعني هل الساحة الرياضية في مصر عندنا خلصت منها كل المشكلات وجاوبنا على كل علامات الاستفهام ومنها الحقيقة علامات الاستفهام كبيرة جداً واضحة وضوح الشمس على سبيل المثال رغم أن احنا يعني دايماً ملتزمين بفكرة أن احنا منتكلمش غير عن نادي الأهلي لكن في فرقة في الدولي المصري مثلاً اتصرف عليها مليارات والنتيجة زيرو بيج زيرو لغاية اللحظة دي بالنسبة لكم في وسائل العلام الرياضي مش علامة الاستفهام تفكروا النقوة وتجاوبوا عليها أو فرقة تانية كبيرة جداً وليها تاريخ وليها ظاهير جماهيري وظاهير إعلامي كبير جداً وعندها كتيبة كبيرة من النجوم ولم تحقق برضو أي شيء دي مش علامة الاستفهام نفس حالة الترصد والتربص اللي حصلت بميستر فيلر في بداية الموسم اللي فات بشوفها بتتكرر بشكل برضو يبدو أنه هو ممنهج مع ميستر موسماني في بداية السيزن ده رغم الراجل حقيقة ماشي كواس جداً وقلنا عارفين الظروف اللي تولى فيها ميستر موسماني المسئولية وعارفين قدئينه نجح في لحظات يعني هي لحظات حرجة تولى فيها المسئولية في نهاية مشوار صعب وطويل جداً مع قيمة طويلة جداً من الغيابات والإيقافات وكان عنده أو كان مطالب أنه هو يخوض مواجهات قوية جداً سواء في دوري الأبطال أو استكمال مشوار الأهلي في الدوري والكاس وراجل مشي كواس جداً وفانش سيزن بسلسية والناس كلها أشادت بي وحتى بداية السيزن ده حتى وإن لم تكن على المستوى المقمول بالنسبة لجمهين نادي الأهلي فهي مرضية جداً على مستوى النتائج يعني راجل حقيقة لغاية النهاردة مخسرش من بورا واحدة مع النادي الأهلي مش عارف إيه ممكن يكون مطلوب وإيه ممكن يكون الهدف من وراء الشغل الممنهج طبيعي جداً أفهم أنه المقصود من القصة دي كلها مش شخص مستر موسيماني هو بالتأكيد المدير الفني للنادي الأهلي آيان كان اسمه لأنه مستر موسيماني لو كان بيدرب فرقة تانية ما أعتقدش أنه كان واجه الوابل الشديد من الهجوم ده في بداية الموسم لو كان طبعاً بيدرب فرقة تانية لكن مدام بيدرب الأهلي يبقى لابد أنه كل المدافع تبقى مصوبة على الرقل على كل أحوال زي ما قلت في البداية من الصعب جداً أنه نتخيل أنه ده ممكن يؤدي لنتيجة تختلف على نتيجة السيزن اللي فات وأتفائل بدأ وعتبره كمان بوشرة خير